اذا رأيتني فابكي جملة مخيفة وجدت منقوشة على صخور قديمة داخل واحد من اهم واكبر الانهار في مدينة تشيك وفي المانيا خصوصا في الانهار التي بدأت بالجفاف في اوروبا ترى ما الذي تحاول ان تقوله هذه الاحجار وما هي قصتها حسنا سنحكي لكم بعضا من حكاياتها انا هايدي يوسري وهذا ملخص القصة اذا رأيتني فابكي هذا موجد مكتوبا على ذلك النقش الذي يعود الى عام 1616 للميلاد التقطته عدسة احد المصورين اذ وصل مستوى المياه في نهر الباه الى مستوى منخفض للغاية وخطير بالطبع ادى الى توقف الملاحة في ذلك النهر المهم ويطلق على هذه الاحجار اسم احجار الجوع وتعود لعام 1616 ما بين القرن الثالث عشر والسابع عشر الميلادية وتحتوي على النصوص باللغة الالمانية هذه الصخور توجد في اشكال عدة ضمن بعضها على نقوش اخرى باللغة الالمانية وايضا باللغة العربية الشخص الذي رأاني ذات مرة بكى ومن يراني الان سيبكي بينما تحتوي او يحتوي حجر اخر ثالث على نقش يعني اذا رأيت هذا الحجر مرة اخرى فسوف تبكي هكذا كانت المياه ضحلة في عام 1417 يعتقد العلماء ان هذه النقوش حذرت من حالات جفاف تعرضت لها اوروبا في قرون سابقة كانت تحذر ايضا من حالة الجفاف التي تعيشها اوروبا في هذا العام ووجد نقش اخر غريب بعض الشيء معناه ستزدهر الحياة مرة اخرى اذا اختفت هذه الصخور يعد نهر البا احد اهم انهار اوروبا الوسطى على الاطلاق فهو ينبع من جمال الكركونوشي في جمهورية تشيك ويمر بالمانيا قبل ان يصب قرب مدينة هامبورغ في بحر الشمال بطول نحو 1000 كيلو متر وبذلك فهو احد اهم طرق النقل النهري في منطقة اوروبا الوسطى اذ تستفيد منه دول تشيك، المانيا، بولندا والنمسا ادى تغير المناخ والاحتباس الحراري الى الحاق الجفاف بالكثير والكثير من دول اوروبا وهو ما كشف مؤخرا عن بعض القرى الاثارية القديمة لذلك تركوا هذه الصخور كتحذير للاجهال القادمة خصوصا بعدما مروا به من حالة معاناة وجوع اثر جفاف السابق الذي مرت به اوروبا ولكي يدركوا جيدا اذا ما ظهرت مرة اخرى ان هناك خطر محدق بهم يطرق الابواب تعيش اوروبا على وقع ازمة جفاف غير معهودة صار مستوى الجفاف مخيفا للغاية ينذر بكارثة وشيكة في القارة العجوز ادى نقص الانطار وندرتها لانخفاض تطفق الانهار وجفاف خزنات المياه في بعض الدول فيما وصف العام بانه العام الاسوأ على الاطلاق منذ خمسمائة عام لا يتوقع الخبراء ان يتحسن الوضع في المستقبل المنظور بل على العكس تماما وفقا لما نقل عن المرصد الاوروبي للجفاف يفترض ان الوضع سيزداد سوءا في معظم انحاء اوروبا وخصوصا بعد اجفاف نهر لورا في فرنسا الذي جف تماما لدرجة ان هناك بعض المناطق اصبح المواطنون قادرين فيها على العبور في بعض اراضي النهر الجافة مشيا على الاقدام وكأنه لم يكن هناك نهر يوما من الايام لا احد يعلم كيف ستنتهي هذه الازمة ولاي من ستصل في اوروبا ومن الذي ينتظرها في الاعوام القليلة القادمة هذا بالطبع ما ستجيب عنه السنوات القليلة المقبلة شكرا